بين 2019 و 2021 تدهور المستوى العيش تدهور مستوى العيش ديال السكان بوتيرة جوز فصيلة جوز في ميك كل سنة هذه اللولة وتفاقمت الفوارق وارتفع الفقر وارتفعت الهشاشة هدو النتائج الاساسية شنهما بالنسبة لأيضا لأنه كان شوفوا بأنه قلت لكم عموما كان تدهور ولكن من كان شوفوا تدهور ديال العشرين في المية اللي عندهم مداخل عليا كان أقل بكثير من تدهور اللي حصل للعشرين في المية اللي عندهم المداخل السفلة عندهما من الحصة ديال اللي عندهم المداخل العليا الحصة ديالهم كانت ستا وربعين فصيلة واحد وصلت سبعة وربعين فصيلة سبعة أي اقتفعت الحصة ديالهم اقتفعت وبالنسبة للي عندهم العشرين في المية المداخل السفلة الحصة ديالهم نخافضت من سبعة إلى ستة فصيلة خمسة إذن تكن تشوفوا أنه على ضوء الأزمة ديال جائحة الفوارق موقعش غير تدهور ديال المعيشة ولكن الفوارق ارتفعت غادي ندوز الفقر المطلق ارتفع الفقر المطلق من واحد فصيلة سبعة في المية إلى ثلاثة في المية والهاشاشة ارتفعت من سبعة فصيلة ثلاثة في المية إلى عشر في المية إذن هالجائحة نعطيكم هذيكم بعد باش ما نخلي الوقت نتناقشوا نعطيكم الأرقام بعدها ثانيا ديال جائحة الوقع ديال تدخم هاد السنة أي كان حسبوه منذ بداية السنة إلى شهر سبعة أو ثمانية شنو هو الوقع ديال التدخم على المستوى ديال المعيشة ديال الناس شنو هم النتائج تيقول بأنه الأسعار أولا ارتفعت بخمسة فاصيلة خمسة في المية أي بلغتنا نعرفوه خمسات المرات كتر مجر خمسات المرات كتر من المعدل ديال العشر سنوات الماضية لا تتنسوش بأنه العشر سنوات الماضية سنواتيرك بين واحد جوش في المية طبعا لنظن بأنه ساقان بليزيت سنتكلمون أرقام رسمية ما اللي ممكن نتخمون بعد وننقشو نحن ناتج شي أخر ولكن أرقام رسمية إذن هذا الارتفاع 58% ديال هذا الارتفاع راجع للمواد الغدائية مواد الغدائية أي 60% راجع للمواد الغدائية 22% راجع للمنقل أي للمحروقات إذن إلا جمعناها غير المواد الغدائية والمحروقات عندنا 80% ديال الارتفاع هو راجع لهذه المادتين أو هذه المجموعتين ديال ديال المواد طبعا كيف قلت لكم ما كنت لش نعود لكم نفس الشي للتدهور هو بالنسبة لي 20% الأقل اللي عندهم المداخل سفلة ماشي بالنسبة اللي عندهم المداخل العليا إذن مع هذا التدخم يعودوا المغرب إلى مستوى 2014 وهنا سنعطيكم السنتز ديال هذا أي في المرحلة التالية حاولوا يمسجوا بين الوقع ديال الجائحة وزادوا عليها الوقع ديال التدخم وصلنا للوضع اليوم أي إذن هذا الوقع مزدويج ممكن نقول شنو هو إجمالا نخفض مستوى العيش بانتاغم غيال بالقيمة الحقيقية ديال الدرهم أي نفس مثلا تنخرج العامل ديال التدخم ديال بالقيمة الحقيقية إذن نخفض بسبعة فاصيلة جوش في المياه بين 2019 و2022 طبعا ما تشو كله ما عنديش الوقت باش ندخل مع الأسف دائما مثلا نعطيكم مراقب هكذا ستكون تعرفوا أولا أنه شوية مرتفع في العالم الحضري من خافض في العالم القراوي دائما العالم القراوي والتي كل واضحين ثانيا طبعا من سأ نعطيكم هكذا لدائما العشرين في المياه الأعلى في وضع أحسن بكثير من العشرين في المياه اللي ست إذن شنو هو الجمال شنو الكبير هو أنه 3 المليون فاصلة جوج ديال المغربيات والمغربة لفي هذا الوقت الواجيز تنتكلموا على سنتين سنتين ونز نزلوا كانوا إحصائيا ما كان اعتبروهم فقراء وبالمعنى لديل المطلق أو النسبي ولكن في هذه المرحلة هذه نزلوا وجاوا يعزوا مع الأسف اللي كانوا يقولوا الجيوش ديال الفقراء اللي هما في وضعية هشاشا أي بعبارة أخرى يقول تقرير أنه في 2022 راح بحل رجعنا للوضعية ديال 2014 أي في 2014 المنزوبية السامية كانت دلت واحدة تقييم ديال الفقراء واصحاب الهشاشا في بلاد داك الرقم اللي كنا وصلنا لف 2014 هي كتا تعتبر بأنه كان تحسون في 2018 و 2018 و ولكن منذ 2019 إلى دابا تراجعنا ورجعنا للمستوى 2014 وكأننا إذن ما يسمينه بالربح اللي ربحناه من الناس اللي خرجوه من الفقر لها شاشا في 2014 خسرناه في هاتي السنة السين هذه